صورة كيت ميدلتن مع أطفالها لمناسبة عيد الأم كان يفترض بها أن تنهي الجدل بشأن مكانها ووضع صحي العكس حصل اشتعلت وسائل التواصل بشائعات وأخبار زائفة وكالة العالمية سحبت الصورة وكيت اعترفت بالتلاعب بها كانت كيت كمن ينفه في نار نظريات المؤامرة التي تحاك ضدها بعد أيام من حادثة التلاعب واهتزاز الثقة مع الإعلام دخلت وكلة جتي على خط الأزمات الوكلة أعلنت أن هذه الصورة التي نشرها القصر في أبريل 2023 للملكة الرحلة وأحفادها تم تحسينها رقميا من المصدر والمصيبة هنا أيضا أن الصورة التقطتها كيت لكن دعونا من الصور عندما قررت العائلة كسر تقليدها القديم ومشاركة معلوماتها الخاصة مع العامة كان يفترض بهذه السابقة أن تقرب المسافات بين العائلة الملكية والجمهور وهو ما لم يحصل حتى هذا الفيديو لكيت نهاية الأسبوع وهي تسير على قدميها مبتسمة بصحبة زوجها لم يقطع الشك باليقين الكثيرون على وسائل التواصل ما زالوا يسألون هل هادئ حقا كيت؟ ورغم ذلك كله استطلاعة الرأي الأخيرة ما زالت تقول إن كيت وويليام الأكثر ثقة من الجمهور في العائلة الملكية ترجمة نانسي قنقر